وزي ما احنا عارفين ان مباراة الدول ال 32 للنادي الاهلي والبداية هتكون مع بطل النايجر ان شاء الله وطبعا النادي الاهلي بيبص على البطول الافريقية للمحافظة على لقبه زي ما احنا عارفين اخر نسختين كان النادي الاهلي اتفوق فيه النسخة التسعة على حساب المنافس نادي الزمالك بالقاضية ممكن بجول محمد مجدي افشا اللي ما يتنسيش واللي مالوش منافس واللي مالوش مقابل ان مش اي حاجة يتقال عليها القاضية او القاضية ممكن والنسخة اللي بعد كده اللي هي النسخة العشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي وكانت اخر نسخة ادر النادي الاهلي يحققها في البطول الافريقية ومحافظ على البطولة او لقب البطولة لسنتين متتليتين ومحقق رقم خياسي بلفوز بعشر القاب او عشر بطولات ومحدش يقدر يعمل كده غير النادي الاهلي بكلمني على اي حد تاني بس الارقاب والارقام والبطولات هو النادي الاهلي مش عايزين كلام كتير ومحدش يتكلم ولا يفتح بقه اكتر من كده طبعا النهاردة يمكن مستر المسلماني من نوعية المدربين اللي بتحب شوية تعمل ماشات ودية يعني في مدرستين في الحتة دي في مدرسة بتفضل من الماشات الودية تبقى قليلة والوحدات التدريبية هاي اللي كتير وفي مدرسة تانية دي اللي بينتمي اليها شوية مستر المسلماني بتفضل ان الوحدات التدريبية تبقى قليلة والماشات الودية هي اللي تبقى كتير المدرستين يمشوا ولكن اكيد مستر المسلماني النهاردة ليه افكار ليه اهداف اهداف الماشات الودية بتبقى راجعة ليه المدير الفني عايز يشوف ناس عايز يشوف طرق جديدة عايز يشوف النواحي البدنية والجهزية اللي اللي عيبه وسط لحد فين نواحي الفنية نواحي تكتكية عايزين تدرب على حاجة يعني دي رجعة لرؤية المدير الفني ميستر مسماني طبعا احنا نتمنى ان شاء الله بإذن الله طبعا في وجوه جديدة في بودلة عايزين نشوفهم عايزين نشوف جهازيتهم بغض النظر عن مستوى المنافس هي بتبقى تجارب ممكن تكون تجربة عايزوا فيها لعيب عايزوا فيها اتنين لعيبة عايزوا فيها طريقة معينة فاكيد يعني في الاغر خالص اكيد نكحة حتى لو كنت انت بتطبق فكر معين وعايزوا في حاجة معينة حاجة واحدة معينة المهم قبل ما نتكلم شوية على برضو المباراة لان في كلام كتير على المباراة خدتنا احداث كتير للفترة للفترة شوفنا منتخب مصر والاختيارات بتاعته هنتكلم مع الضيوف عليها شوفنا الجزء الخاص بتعينات مديرين فنيين لبعض اجهزة الناشئين من اتحاد الكرة يعني فيه ما احترامنا لجميع المديرين فنيين اللي تم اختيارهم احترامنا الكامل لهم وبرضو هم على كفاءة عالية جدا يعني ما نقدرش نقول عليهم كلام يعني فيه نقد جارح لا هم على عيننا وعلى رأسنا ومديرين فنيين يعني على كفاءة عالية ولكن التوقيت غريب شوية التوقيت غريب شوية التوقيت ده والتعينات دي ليه بدون وجود اي ارتباطات ليه اسئلة وعلامات استفهام برضو هنقشها مع ضيوفنا